اهلاً وسهلاً بحضراتكم مشاهدين العزاء مرة تانية المرحلة بنمر بيها سواء على مستوى موجة البرد القاسية أو انتشار متحور كورونا الجديد أوميكرون بتخلينا نهتم بشكل أكبر وبشكل أوضح بمرضى القلب في أخبار كتيرة متعلقة بتأثير المتحور الجديد أوميكرون على القلب ومدى استمرار أو تأثر عضلة القلب أو الأمراض المتعلقة بالقلب بعد أوميكرون لمدة طويلة قد تصل ستة شهور في بعض الأحيان عايزين نعرف معلومات أكثر وتأثير فيروس كورونا عن القلب وإزاي نحافظ على عضلة القلب وكل ما يتعلق أيضاً بالدورة الدموية معنا في هذه الفقرة نكلم بالتفصيل مع الدكتور عمر الحديدي مدير مستشفى أصل العين الفرنسوي وأستاذ أمراض القلب أهلاً بحضراتك دكتور يا أهلاً وسهلاً يا دكتور بحضرتك وقبل ما أسأل على كورونا وميكرون ومتحوراتهم اسمح ليسأل على البرد العادي جداً يعني بس البرد مع مريض قلب هل فيه داعي للقلق أو من المطلوب أخذ الحيطة والحضر لمريض القلب فيه موجات البرد الشديدة دي؟ طبعاً هو إحنا عندنا نعين يا إما هو قريدي عنده مشكلة في القلب يا إما ما عندهش مشكلة في القلب اللي ما عندهش مشكلة في القلب ممكن الفيروس البرد يصيب العضلة القلب أو الغشاء المحوط حوالين القلب لأنه فيه غشاء حوالين القلب ده لو حصل فيه أن الفيروس هاجمه يعمل نوع من أنواع الألام اللي بتيجي في الصدر بزيد أكتر مع النفس وده بيبقى التهاب بقعد فترة صغيرة ويروح الفكرة المشكلة لما بيصيب عضلة القلب لما يصيب عضلة القلب ممكن يؤدي التهاب في العضلة وقعد شوية تنتهي بلضعف عضلة القلب دي مشكلة المشكلة التانية لو هو قريدي عنده مشاكل في القلب طبعا أي أدوار ليه علاقة بالفيروسات أو بالإنفلوانزا بتحمل أكتر على عضلة القلب اللي هي بتبقى ضعيفة وبتالي نحن التجنب النزلات البرد القوية بأن نحن نحافظ عن نفسنا ده أحسن من أن نعرض إلى الضغط على العضلة القلب من أسبوع كده تقريبا دكتور ظهرت مشكلة بين الرياضين في العالمين اللي عابي كرة القدم أنهما بعدما يصيب كورونا فيه تأثير على عضلة القلب وده بيأثر طبعا عن نشاط الرياضي اللي هما بيمرسوا هل فيه ارتباط وثيق بين الإصابة بكورونا وموكورونا الجديد وبين أداء عضلة القلب طبعا هو فيروس كورونا أو الاموكورون أي أن كان هو اللي بيأثر على عضلة القلب ساعة التأثير ده بقى بسيط خالص مش بعين عشان كده هما في الدورات العالمية وفي ماتشاط الكورة بيتعامي من الرنين على القلب عشان يشوفوا إذا كان فيه التهاب في العضلة لو ظهر فيه التهاب في العضلة بيمنعوا من لاب ست شوق آه فترة طويلة جدا وبعدين ده عاملة مشاكل بقى ما بين أمريكا وبين أوروبا لأن أمريكا قالت لأ ما ينفعش إن احنا نمشي بهذا السيستم لأ احنا بنديله الراحة ويرجع اللعبة تانية فدي عاملة شوية لقب طبعا أي التهاب في عضلة القلب ممكن يؤدي إلى مشاكل من ضمنها ضربات القلب السريعة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو ممكن ضعفة في عضلة القلب زي ما بدور البرد العادي بيعمل فده بيؤدي إلى مشاكل في عضلة القلب وأخطر حاجة فيها هي ضربات القلب تؤدي إلى الموت المفاجئة هي دي المشكلة عشان كده الرياضين بيخافوا عليهم من القصة دي إن هو يلعب بعد دور الكورونا وبالتالي إنما مش كل مش قاعدة إنما ده ممكن في بعض الحالات يحصل طيب برضو إحنا بنتكلم على الكورونا ومتحوراتها هل الإصابات بس بيبقى الخوف منها على عضلة القلب ولا يعني فيه الأوايات دموية كمان فيه شرايين طبعا فيه الإلتهاب اللي بيصيب إما يصيب العضلة إما يصيب الأواية ممكن يصيب الأواية يحصل إلتهابات في الأواية يحصل ألام في الرجل ممكن يحصل ألام في الإيدين ممكن يحصل بذات إحنا عندنا فيه بعض الناس في الشتاء بيحصل نقابات في الأواية جامد جدا وبيحصل برودة في الأطراف ده إحنا بنسميها رينودز ظاهرة رينودز دي بتبقى نتيجة إن بيحصل ده الطبيعي يمكن يحصل نقابات في الأواية ساعات مع الفيروسات والإصابات يحصل الالتهاب ممكن يحصل يا إحمرار يا البرودة اللي بتحصل الشديدة دي ممكن تحصل موضوع القلب وارتباطه بفيروس كورونا أنا أظن أنه هو موضوع خطير يعني موضوع مش سهل هل مطالب المواطن العادي اللي جاله كورونا أنه هو بعد التعافي من كورونا يكشف قلب يقيس نبض القلب أو يعمل أشعة متعلق براني هو ده كلام مهم جدا لأنه في بعض الناس نحن نسمعهم متلازمة ما بعد الكورونا نحن كنا نتكلم عليه قبل كده أنه نفتحنا في الأصر عين الفرنسيوية على العيادة ما بعد الكورونا أنه في عين كتير أو يوجد شكل من ضربات قلب سريعة وهو مش عارف بعد التعافي من كورونا بعد التعافي ويشعر بألام في صدره فدول الاتنين دول مهمين جدا أنه ننتبعهم ونشوف إيه السبب في هذه المشكلة ممكن يبقى المشكلة كلها لها علاقة أنها لخبط مثلا الغضة الدرقية وبالتالي تنعكس ده على صورة أن ضربات القلب تبقى سريعة أو بطيئة على حسب الإصابة في الغضة الدرقية ممكن يكون فيه مشكلة في شرائين القلب قد تحدث نتيجة تبطع التجلطات اللي ممكن تحدث ما بعد الكورونا الحاجة التالتة المهمة للتهاب في عضرة القلب أو ضعف عضرة القلب فدول حاجات لازم نعمل الفحوصات عشان نتأكد نعمل رسم قلب نعمل مواجهة صوتية على القلب نعمل أشعة على الشرائين يعني كل الحاجات دي بتساعدنا على التشخيص ما بعد الكورونا بس اللي أنا عايزة أقوله هي آه ممكن بتحصل لكن ما هيش كتيرة عشان كده الحالة النفسية بتاعت المريض بيبقى قلق جدا ليه؟ لأنه بيبقى خايف جدا هو أنا حاسس أنه كأنه بيجري ورغم أن الدور خلص لكن بيستمر القصة شوية نتيجة المشاكل اللي حصلت وطبعا لو هو في مريض كان داخل المستشفى الأعراض بتبقى أكتر شوية من المريض اللي عادة زي الدور بردة عادي طيب دكتور من الحاجات اللي بقينا بنسمعها كتير قوي أنا معرفش هي من ساعة كورونا ما بدأت ولا من قبلها بشوية يعني نتيجة الضغوط ورتم الحياة السريع كتير قوي تلاقي ناس وشباب وناس كبار في السن يحط إيده هنا ويقولك أنا حاسس بنغزة هنا أنا بقالي فترة بحس بنغزة هنا في طبقة نفس هنا دي حاجة كويسة قوي لأنها طالما شاور بصباعه على مكان القلم ده مش القلب بس دي غشش بيها بس الناس دي بيشتكوا آه لا أرجوكوا لنا يعني أنا ما أقول الحتة دي بتوجعني وما يدوس حط إصباعه لقى دي معناها التهاب بيبقى غالبا في العضلات اللي حوالين الصدر نفسها أو ممكن لو بيتزيد مع النفس يبقى غشاء حوالين الرئة أو لو الغشاء اللي حوالين القلب لكن الوجع على القلب ما تقدريش تحط إصباعك على المكان هو كده شكله بيبقاش كده بيبقى شكله مختلف أنا مش هشرحه برعج ونحفظه طيب يعني النغزة دي ما تقلقش لا خالص حاجة صدرية مش قلبية ممكن حاجة صدرية ممكن حاجة من العضلات ممكن تكون حاجة اللي علاقة بالتنفس مهاش علاقة بعضلة القلب طيب يعمل إيه في الحالة دي وهو كده كده لازم حيبحث مع دكتور القلب إذا كان فيه مشكلة ولا لا لازم يتطلق تاني حاجة نسبة كبيرة جدا متلعش فيها حاجة طيب المصابين مع امراض القلب أصلا لو جالهم كورونا هل بيكون فيه مضاعفات أكثر خطورة من المصابين العاديين ودور اللقاح فيه حماية أمراض القلب من سواء الإصابة مرة تانية أو حتى يعني حمايته من المضاعفات كورونا تمام هو اللي أنا عايزة أقوله إن مريض القلب إحنا بنحطه في المجموعة بتاعة عالي الخطورة سواء عنده سكر غالباً مريض القلب تلاقي عنده مشكلة تانية سكر ضغطة حاجة تانية مع السجير مع الكلام ده بيعمل بنسميه عامل خطورة أعلى شوي وبالتالي إحنا عامل خطورة ده لازم نحافظ إنه ما يتعرضش لو اتعرض عندنا حلين حل الأولين اللي هو لو سنه فوق الستين سنة أو عنده مشاكل كثيرة في القلب بنديله الأجسام المضادة اللي إحنا بنديه في الأسعين الفرنسيوي عندنا والعين بيخش ساعة ويمشي بروح الغرض منها إن التأثر موضوع الكورس بتاع الكورونا بقاش يؤثر يعني هو بيجي لحضرتك ما عندهش كورونا بتديله لا بيعنده كورونا عنده بتديله أنتيبودز أيها بالضغط منوكلون الأنتيبودز دي اللي هي الأجسام المضادة بنديه له في المحلول ساعة ويروح الغرض منها إنه هو يبقى أجسام مضادة جاهزة بسرعة تضد لإيه الفيروس دي عندنا حالات كتير الحمد لله ومفيش حد تقريبا رجع المستشفى بعدها ودي حاجة هاي لو تفتكروا كان ترامب خد مرة زمان واستغربنا قاعد ساعة ومشي إزاي خلص كده بسرعة هي نفس القصة الفكرة بس التانية المهمة إنه طبعا إحنا المشاكل اللي ممكن تحصل في مريض القلب بنحميه بالتطعيم عشان كده إحنا بنقول وكتير قوي من مرضى القلب يكلمك يقولك تب أخد أي نوع لا أخد أي نوع موجود ومتوفر لأنه كله بيعمل تأثير كويس ولو سمعنا كده كلام من ناس مش متخصصة على فهم يقولك لا إنت مريض قلب إياك والتطعيم ده بلاش ده يتعيبك زيادة وهيدي المشكلة عشان كده العين بيكلمه الدكتور القلب يقول له أنت أخد ولا ما أخدش السؤال ياخد لأنه اللي جاب يعني ياخد لأنه التطعيم بيحمي من تأثير الكورونا اللي ماتيك هو التطعيم مش عامل على الكورونا كان في حالة عرفها بشكل لكن بيقلل الأعراض بيقلل كأنه دور برد بسيط عدة كان في حالة عرفها بشكل مباشر لما عمل قلب مفتوح وطبعا بتفصلها وتشعيبها يعني مختلفة ولما راح سأل الدكتور القلب بياخد اللقاح قالوا لا استنى شوية هل فعلا مريض القلب المفتوح بيستنى شوية عشان ياخد اللقاح ولا بياخدها بشكل لا 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 مفيش يستنى مفيش يستنى ليه لا ياخد على طول مفيش مشكلة خالص لأنه هو الفكرة إن لقدر الله لو جاله كورونا هو لسه بعمل القلب مفتوح هتلقى مشكلة كبيرة طيب لمريض القلب هل حضرتك يا دكتور عمر الحديدي بتنصح المرضى إنه بعد ما ياخد الجرعتين ياخد الجرعة التعزيزية الثالثة ولا لا الوقت ما عادها ياخدها طبعا ياخدها لكن ما نقولوش كده ممكن يبقى زيادة عليك لا خالص فيما فيه زيادة ده هي القصة كلها تحفيز للأجسام المضادة وده حاجة حماية ليه عشان يبقى جاهز لأي هجوم من الكروب بعض الأخبار اللي كان بيتم تدولها أيضا دكتور عمر إن مريض القلب ما ياخدش بعض أنواع اللقاحات ما ياخدش مثلا اللقاح أسترزينيكا ما ياخدش اللقاح الأمريكي ياخد اللقاح الصيني هل ده لي دقة الأخبار؟ بص حاليا الدراسات كلها تعملت إن مفيش فرقات فيه أنواع التطعيم بالنسبة للمريض القلب لكن هي الفكرة إنهم عشان في الأول ظهرت بعض الحالات اللي هي قد تكون بص قد تكون يعني لسه لم تثبت باع لها علاقة من بعض التجلطات اللي قد تحدث في بعض أنواع التطعيمات لكن في الحقيقة هي نسبة قليلة جدا وقت لا تكون لها أي علاقة وليل جدا وليل عصب بالنسبة للاستفادة الكتيرة قوي من التطعيم طيب السؤال برضو دلوقتي بما إنه الوقاية خير من العلاج إزاي حضرتك تنصح الناس إنها تحافظ على عضلة القلب لو بنتكلم إنه شخص مش مريض بالقلب نحافظ على القلب نحافظ على القلب عموما إحنا عندنا تلات حاجات أول حاجة بالنسبة لنا كمصريين الأكل الأكل عندنا حاجات مفيدة للقلب أكلات مفيدة للقلب قل لنا والنبي يا دك طيب في عندنا في عندنا الفاصولية الخضرة الفاصولية الخضرة فيها ألياف وفيها مواد من ضد الأجسادة تمنع لأن يحصل مشاكل في عضلة القلب وتحمي من أن يحصل مشاكل في الكوليسترول تمام البقليات طبعا الحبة الكاملة الأمح والهليز برضو والرز البني كل الحاجات دي مفيدة تفاح الأحمر الفول ماشي تمام والتفاح الأحمر فيه برضو في الألياف بتاعته بتساعد على ومنع مضاد الأجساد تفاح الأحمر مش الأخضر عشان فيه دي بيت كبير يتعامل على لون التفاح إيه الأحمر الحاجة الرابعة ممكن الفراولة طبعا الفراولة والتوتو الحاجات دي كلها فيها مضادات الأجسادة قوية جدا بتحمي القلب والشرايين الحاجة التانية المهمة الشاي الأخضر الشاي الأخضر بيقلل الضغط شوية تخلي بالحاداتك إن مشكلة الضغط ممكن تأثر على القلب والشرايين في بيقلل شوية الضغط وبالتالي بيحافظ على العضلة القلب وبرضو الشاي اللي شوية برضو فيه فيه برضو مضادات أجساد الشاي الأخضر غاني بالأنتي أكسيدنس طبعا كل ده بقدر يا دكتور طبعا كل حاجة بالمعقول يعني لو حدا مريض سكر ما ياخدش فكة كتير جدا لدرجة أن هو يعلي السكر الشاي الأخضر الشاي الأخضر كم مرة في اليوم يبقى مضادات معقولة لا من مرتين إلى تلاتة فيش مشكلة أفوكادو طبعا مهمة جدا العصير الرمان طبعا ما فيه مضادات أجسادة رهيبة الحاجة الثانية غير الأكل الرياضة يعني الرياضة حتى لو بسيطة هل لاحب تخيل الناس يجري ساعتين ثلاثة لا طبعا خمس دقايق هي عشر دقايق تمرين حتى قبل ما يروح الشغل الحاجة الثالثة سريعا الحاجة الثالثة المهمة إن أي عراضية يروح للدكتور الأخضر الدكتور عمر الحديد وفي حاجة الرابعة الأهم من كل ده عدم التدخين عدم التدخين دكتور عمر الحديد مدير مستشفى سريعين فرنسا شكرا لك دكتور نورتنا وبتنورنا دايش شكرا لك